هذا التصرف اللي هو ربما يعتبر تصرف أناني من طرف البعض من الأباء نشوفهم للأسف الشديد يدخنوا في البيت والأطفال تحهم موجودين فإلى أي مدى يمكن لهذا التدخين السلبي لطبا جنس مصيف أنه يأثر على صحة الجهاز التنفسي عند أبنائهم هادول يتكيفون في دورهم يعني مهما عندهم مولا ما عندهم الصغار اللي عندهم مرد رابو غالطين ما لازم يتكيفون في الدار وزيادة على هادشي وإلى عنده ولده ديجا عنده ديجا محسوب مثلا المرد رابو ما لازم يتكيف دخان لما ذلك يتأثر عليه يولي أنكور بلغاف يليكسبوز أدي ريسك دفاع دكريس دازم يعني ريبتي يممكن يدير الأعراض بزاف وممكن من بدواء ما يفيدش دواء فيه وبالتالي فيجب أكيد التدخين لا أكيد ما لازم يتكيفون صح بالفعل وشفنا أيضا أنه لطباجيزم فاسيف ولا التدخين السلبي عنده دور أيضا في ظهور السرطان عند باقي أفراد العيلة يعني نشوفون نساء وحتى أطفال وصيبنا بهذا المرض